السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً وسهلاً بحضراتكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات وحلقة جديدة من برنامجكم هذا ديننا والذي أسعد وأتشرف باستضافة علمين من أعلام أئمة وزارة الأوقاف فضيلة مولانا العالم الجليل شيخ ياسر حلمي أبو غياتي مدير إدارة أوقاف المحل أول أهلاً وسهلاً بحضرتك فن شرفتنا ونورتنا ونورت الستيديو أهلاً بحضرتك وأهلاً بإستاذة المشاهدين أهلاً بحضرتك وفضيلة حبيبنا وفضيلة الشيخ محمد عبدالصمد أستاذ القراءات بالأظهر الشريف أهلاً وسهلاً مولانا أهلاً بحضرتك دكتور سعيد بحضرتك وفضيلة شيخ دكتور ياسر حلمي بو غياتي مدير إدارة أوقاف أول محلة الله أسأل أن تكون هذه الحلقة يعني مفيدة ونافعة لعموم المسلمين ونجعلها في ميزان حسنة الجميع اللهم أمين اللهم أمين النهاردة يمكن هنتكلم مع مولانا هنبدأ الأول مع مولانا فضيلة الشيخ ياسر عن الشباب نعم الأديان والشرائع السماوية اهتمت جداً بالشباب وكان لهم دور فعال في بناء الأمم وبناء الحضارة عايزين نعرف من حضرتك إيه الدور المؤثر اللي كان الشباب بيقوموا به وليه الشرائع والأديان السماوية اهتمت بالشباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر أنبياء ورسل الله وعلى كل من اصطفاه المولى تبارك وتعالى واجتباه أما بعد أحبة في الله الشباب فترة الشباب هي أهم فترة في حياة الإنسان نعم فترة الشباب هي فترة القوة بين ضعفين نعم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم نسبة لخلق الإنسان الله الذي خلقكم من ضعف نعم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعم فإذن الشباب هي مرحلة قوة بين ضعفين الضعف الأولاني هي مرحلة الطفولة والضعف الثاني هي مرحلة الكهولة والشيخوخ طيب الشباب هم القوة الدافعة في أي مجتمع من المجتمعات نعم أي مجتمع من المجتمعات وأي أمة من الأمم تريد أن تنهض وتريد أن تبني حضارة وأن تبني لنفسها مجد وأن تتقدم في مصاف الأمم والشعوب المتقدمة لابد لهذه الأمة أن تهتم بالشباب ولهذا نجد الشرائع السماوية كلها تهتم بالشباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب الأنبياء كلهم بعثوا في سن الشباب الذين اتبعوا الأنبياء كانوا في سن الشباب الذين يبنون حضرة أي أمة من الأمم هم الشباب فالشباب في الحقيقة هم سروتنا الحقيقية هم كنزنا هم لؤلؤتنا الثمينة وهم ماستنا الغالية هم أهم ما نمتلكه في هذه الحياة هم نصف الحاضر وهم كل المستقبل في الحقيقة أن أي أمة تريد أن تحافظ على مستقبلها لابد أن تحافظ على الشباب ولذلك نجد اهتمام كبير من الدولة في المرحلة الأخيرة وفي السنوات المتأخرة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد اهتمام كبير جدا بالشباب ودفع بالشباب ووقوف إلى جانب الشباب وانخراط في صفوف الشباب واستماع إلى الشباب هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بالشباب وإحنا لو جينا نبص للقرآن الكريم نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأشخاص المؤثرين في تاريخ البشرية الشباب الأشخاص الذين أسروا في تاريخ البشرية القرآن الكريم يتحدث عنهم عن أنهم الشباب فمثلا في قصة أصحاب الكه القرآن الكريم يقول إيه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى القرآن الكريم يتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما تعرض لصناعة وعبادة ورواج صناعة وعبادة الأصنام في البيئة التي كان يعيش فيها قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم حينما تكلم عن سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى حينما تكلم عن سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم يبقى إذن القرآن الكريم يتكلم عن حملت مشعل الهداية وحملت مشعل النور وحملت مشعل التقدم والحضارة والرقي لأي مجتمع من المجتمعات ولأي أمة من الأمم على أنهم الشباب ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الشباب يقول إيه في الحديث الذي يرويه سيدنا معاذ ابن أبي جابر رضي الله عنه ويرويه سيدنا أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه أرضاه يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه عن أربع عن أربع إيه الأربع أسئلة اللي حنت سئلهم قال عن عمره فيما أفناه وبعدين وعن شبابه فيما أبلاه وبعدين ماله وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسب هو فيما أنفق طب إيه حكاية الشبابإنه هو قاله عن شبابه فيما قبله قال لا قال ألمال إيه قال له هو قالوا عن عمره أول سؤال حيتسأله عن إيه عن عمره فيما أفناه وبعدين السؤال الثاني وعن شبابه طب لحظة كده هو السؤال بتاع عن عمره فيما أفناه ده يتضمن مرحلة الشبابهم أو لا يتضمنهاش يعني أنا لما أسأل حد أقوله أنت أفنيت عمرك في إيه يمكن خصص من عموم ونبي صلى الله عليه وسلم يخصص من عموم لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنا عن العمر وخلاصه أجبنا عن السؤال ده السؤال التاني ييجي عن الشباب ليه نظرا لأهميته لأنه فترة الإنتاج فترة القوة فترة النفع للمجتمع فترة إتيان الثمرة فترة الحصاد إنه المجتمع بقى ينتظر منك في المرحلة دي أن تعطيه المجتمع ظل يعطيك يربي ويعلم ويجهز من يوم الولادة إلى يوم أن بلغت سن الشباب من سن الشباب وحتى الخمسين نقول الخمسة وخمسين ستين دي مرحلة القوة وريعان الشباب وده مرحلة العطاء فده المرحلة المهمة ولذلك كرر السؤال كرر السؤال عن فترة الشباب الشباب كمان دول هم زي ما قلت الصروة والماسة واللؤلؤة دول هم الذين يحملون مشاعل العلم هم اللي بتعلموا وهم اللي بيعلموا لما أجي أبص المجتمع زي المجتمع المصري مثلا بلاش أقول المجتمع العربي خلنا نتكلم عن المجتمع المصري المجتمع العربي يميز في العالم كله على إنه مجتمع شاب الدولة المصرية دولة المصرية ودي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا تميز بين العالم كله على أنها دولة الشباب ليه دولة شباب؟ لو جينا للإحصائيات الرسمية والإحصائيات بتاعة السكان وديموغرافيا السكان ونشوف نسبة الشباب في المئة مليون نسمة اللي هم عدد سكان مصر نشوف نسبة الشباب قد إيه؟ من سن يوم لحد سن 15 سنة دول حوالي 30% من نسبة الشباب من نسبة السكان 30% طيب من سن 15 لحد سن 29 دول حوالي 23% من سن 15 ل29 23% طيب من سن 18 لحد سن 40 دول كم تقريبا دول 35% 35% من 15 ل42 يا ربي 42 دول 35% واللي تحتهم 30% يعني لما نيجي نشوف المجتمع المصري 75% تقريبا منه من سن يوم من سن يوم لسن 43 سنة مجتمع شباب طيب نسبة اللي فوق الستين كام 3% نسبة السكان اللي فوق الستين سنة كام في السكان في مصر 3% يعني المجتمع بتاعنا مجتمع إيه؟ شاب يعني أي حد يتولى قيادة هذه الدولة وما يهتمش بالشباب يبقى فرط في القوة الأساسية اللي موجودة في الإيه؟ في الدولة ولهذا نجد هذا الاهتمام الجم والاهتمام الكثير حتى نرحص في الفترة الأخيرة بناء جامعات وبناء كليات وبناء كذا وبناء كذا واهتمام بالشباب مؤتمر الشباب الأول مؤتمر الشباب الثاني اهتمام جم بالشباب ليه؟ لأن الشباب هم القوة الدفعة هم تقريبا نعمات كلها وهم الكنزة وهم السلاح الذي ندخره لمواجهة أعداءنا نعم نسأل الله صلى الله عليه وسلم اللي يجعل لنا أعداء اللهم أمين يا رب اللهم أمين مولانا دايما كذا بيمتعنا بالحاجات الجميلة نسأل الله أن ينفع بك مولانا الشيخ محمد مش يسيب حضرتك برضو انت نورتنا في الحلقة ونحن في شهر الله المحر وفي ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى الهجرة نعم أكيد كان للشباب دور نعم في موضوع الهجرة نعم يريد حضرتك تتفضل تكلمنا نعم الحمد لله الذي لا محصية لنعمه ولا عاد لآلائه صلاة وسلاما على خاتم رسوله وخير أنبيائه صلى الله وعلى آله وصحبه وأوليائه ومن استنى بسنته واندرجة تحت لوائه حمدا لرب خصنا بمحمدي وأخرجنا به من ظلمة ودياجري يا رب صلي وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم من جسمه معطر مطهر منور من اسمه مكتوب مرفوع محفور على اللوح والقلم بدر الدجا ونور الهدى ومصباح الظلم جد الصبحين وابن الذبحين قرة العينين سيد الكونين الحبيب الزين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله سيد مشه الهوينة ضحقه التبسم نومه الإغفاء ليته خصني برؤية وجه زال عن من رآه الشقاء له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلالي والشمس تخجل من أنوار طلعته حاز الجمال فما أبهى محياه صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله وبعد الشباب ما أعظم اللقاء وما أفضله وما أفضل ما قاله استاذنا الشيخ ياسر حفظه الله نأخذ مما قاله بأن الشباب هو السلاح القوي لكل أمة السلاح القوي لكل أمة من أراد أن يبني أمة من أراد أن يحمي وطنا فعليه بالشباب وقم قال سمحت الشيخ بأن الدولة تهتم بالشباب لأنها عرفت بأن الشباب هم الدرع والسيف لحماية الوطن الشباب فترة يتطلع إليها الصغير ويتمناها الكبير ويتغنى بها الشعراء والأدباء فما من أحد إلا ويتمنى أن تطول فترة الشباب شكرا القرآن الكريم في كثير من المواضع وهو عظيم لم يتحدث إلا عن عظيم فحينما تراه يؤكد في أكثر من موضع على أهمية هذه الفترة تعرف بعظمتها وقيمتها قال ربنا جل في علاه كما قال فضلت شايف كثيرا من الآيات قال ربنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة له أشده وله أربعين سنة أشده كمال القوة القوة العقلية قوة الجثمانية وقوة الإنتاج التي لا بد لها من فكر ولا بد لها من عقل وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم كثير من الآيات النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشباب في أهم رحلة أرضية أرضية في تاريخ البشرية ألا وهي رحلة الهجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وليهم من الله الرضوان هذه التي حفظت الرحلة من أولها إلى آخرها وعلمتها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا هذا الحفظ الجيد المتقن المحكم لقصة الرحلة من أولها إلى آخرها لما عرفنا بالقصة ولما عرفنا بأهميتها ولما عرفنا بالجهود التي بذلت لنجاح هذه الرحلة ولما عرفنا لهذا التخطيط الجيد لهذه الرحلة المباركة هذه أسماء التي كانت تصعد إلى الغار لتعطي للمصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه الماء والشراب هذا عبد الله بن أبي بكر المخابراتي الذي كان يجلس بين صناديد الكفر ليسمع ما يقومون به من تخطيط للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كل هؤلاء وغيرهم كانوا سببا رئيسيا في نجاح الهجرة النبوية المشرفة سيدنا علي نعم سيدنا علي بن أبي طالب هذا يعني المقف العظيم وهو ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ناهز قد ناهز الحلم أي قرب على الاحتلام أي ما بين البلوغ وما قبله وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن صناديد الكفر يترقبون ونهز الحلم يا مولانا في أيامهم فأيام الصحابة كان من تسع سنوات نعم يعني قد يكون دون الصحابة نعم دون العاشرة نعم ويقوم بهذا الدور العظيم في حماية الأمة الإسلامية وفي حماية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أنه قد يقتل ولكنه لا يخاف ولا يخشى على نفسه دور عظيم قام به الشباب في إطار الدعوة الله تبارك وتعالى وحماية هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مولانا الشيخ ياسر طيب إحنا يمكن لما تكلمنا عن نمازج الشباب عايزين نعرف كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب على حمل هم الدين وهم الدعوة وهم بناء الأوطان حتى أنهم الصحابة رضي الله عنهم وصلوا بالأمة الإسلامية ووصلوا بالبناء الدولة الإسلامية إلى أقصى من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض أكيد في سبب نحاول نستفيد بيه كشباب في الأمر ده آيات القرآن الكريم المكية والمدنية والقصص القرآني العظيم الذي يقول عنه المولى تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فإذا توقفنا مثلا مع صورة يوسف هي صورة تربوية جميلة جدا للشباب سيدنا يوسف الشيخ محمد كان عنده حتة في صورة يوسف يقول لك قول يا شيخ محمد الحتة الجميلة اللي أنت كنت بتقولها لنا دي قول يا مولانا من لم يقرأ يوسف لم يقرأ القرآن بعد نعم وشيخ محمد بعشة الرجل بتقرأ هي صورة يوسف حتى الأدباء والنقراد في الأدب في مجال الأدب يقول لك صورة يوسف دي نموذج للقصة الكاملة والحبكة الدرامية الكاملة لكن صورة يوسف فيها تربية للشباب ده اللي اعايزين نتكلم عليه اللي اعايزين نتكلم عنه في صورة سيدنا يوسف عليه السلام عليه السلام أنه سيدنا يوسف من هو ده كلام للشباب الكلام ده للشباب إزاي نرب شبابنا نشوف سيدنا يوسف من هو ما اسمه هو اسمه الربعي ايه اسمه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يعني ايه نمي يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي نعم يعني ايه يعني هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة ثم إيه اللي يحصل لسيدنا يوسف المفروض الدنيا تبقى إيه بقى مع سيدنا يوسف أو تربية للشباب أهو المفروض الدنيا تبقى إيه بالنسبة للكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني إيه يقولك بقى ده مولودك بقم على إيه دنيا تبقى وردي مع دهب يعني والدنيا تبقى كلها طيعة كده ومنطاعة له نبي بن نبي فتبدأ حياة سيدنا يوسف يقولك الحياة كلها عقبات والإنسان الناجح هو الذي يستطيع أن يتعايش مع هذه العقبات ويتغلب عليها وأن يحقق أهدافه في ظل وجود هذه العقبات والعقبات موجودة يتعايش معه ويتغلب عليها ولا ييأس وبعدين ويحقق أهدافه ورغباته وينجح في الوصول إلى ما يريد في ظل وجود كل هذه العقبات حتى لو وقفت الدنيا كلها في طريقه ثاني بعد إذن حضرتك نلخص الموضوع ده في نقاط والإنسان الناجح أو اللي عايز ينجح أو اللي عايز يحقق شخصيته عشان نستفيد بس نسل استفيد ايه الدنيا ليست وردية الدنيا ليست طيعة مزللة مش سهلة ومزللة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر مش كله ريش نعام ولا كله ضرب والمثال اللي احنا جايبينه مش على واحد من الناس العاديين القرآن الكريم بيرب الصحابة أهو كلا بيربه نموذك أهو قدامك شوف ماذا فعل من الذي تآمر على سيدنا يوسف الواحد عندنا في مصر وفي ولاد البلد وعندنا في الفلاحين لما يبقى عنده أخ يقولك الأخ إيه عزوا سندوا إيه سندوا وعزوا لما يبقى عنده اتنين يبقى ماشي كده محدش قدم يبقى عنده عشرة لا ده كده خلاص محدش يعرف يكلمه أما يبقى رايح في طريق أما يبقى الواحد الفرد رايح في طريق ومعه أحد عشرة أخا عشرة إخوة لأن أخوه من أمه كان إيه كان في البيت ما رحش معهم في الريح لديه لما يبقى الواحد رايح في طريق كده وفي مهمة ومعه عشر إخوة مطمئن يبقى ماشي كده وإيه مطمئن فإذا بهؤلاء العشرة الذين هم سند وظهر وأمان وضمان له إذا هم الذين يتأمرون عليه إذا بهم هم الذين إيه يضعونه في الإيه في الجب لكن سيدنا يوسف عنده هدف عايز يصله وهو في الجب الهدف بتاعه قدامه هو ابن كم سنة يوم إيه سيدنا يوسف سبع سنين أو ثمان سنين سبع سنين أو ثمان سنين ثم الهدف بتاعه موجود قدامه ولذلك القرآن يعبر عن هذا وهو في الجب شاف الهدف بتاعه إيه وأوحينا إليه وهو فين في الجب في البئر لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هيجي يوم بيقول لنفسه هو تحت هيجي يوم إخواتك هيندموا على اللي هم عملوه فيك ده هيجي يوم وانت حتنال شأنك وتوصل للمكانة اللي انت عايزها وتحقق هدفك شوف شوف إزاي اللي عنده هدف مصر عليه وبيكلم نفسه بالهدف بتاعه وبيردد الهدف بتاعه وبيتكلم ما بينه وما بين نفسه يقول لك حديث النفس الحديث مع النفس الشاب لما يبقى عنده هدف دايما يعمل مع نفسه إيه حديث مع النفس حديث أنا لا أنا مش بخلوق عشان أبقى زي الناس دي لا أنا عندي هدف أنا لازم أحافظ على الهدف بتاعي أنا لازم أشوف إيه اللي يوصلني الهدف بتاعي هذا كيف رب الإسلام شباب الصحابة ثم يجي سيدنا يوسف الراجل يطلعوا من البئر فسيدنا يوسف يعني يفرح بعض الشيء وهو خلاص أنقذني فإذا بهذا الذي أخرجه من البئر يبيعه بثمن بخص طب يقول يلا اللي اشتراني عزيز مصر وراجل له شنة ورنة يعني في مصر وحيبقى المتعني ويزبط فإذا بهذا العزيز يخدمه زوجاته يعني الواحد ممكن يبقى له شرف أنه بيخدم ملك أو بيخدم وزير يعني ممكن ده خدام العمدة بيبقى عمدة واخد برها ذاك فلا ما خلهش يخدمه يخليه فجعله خادم فأحسن إليها وأمام الهدف بتاعه هو عارف وعايز يبقى إيه وحيوصل فيه فأحسن إليها وأحسن في معاملتها فأساءت إليه واتهمته بتهمة يندى لها جابين أي أحد بل هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يعني أي واحد فينا لو اتهم بهذه التهمة يبقى في غاية الخزي وفي غاية العار ويبقى يعني بزعلان جدا وحزين جدا لهذه التهمة بها سيدنا يوسف علي السلام كل ده والهدف بتاعه فين طب من اللي قالك إن الهدف بتاعه كان أمامه هو بيخدم في بيت العزيز هم رحول لما رحولوا في السجن لما رحول سيدنا يوسف هو في السجن دي تربية القرآن الكريم وفي هذا القصص تربية لما رحوله هو في السجن يوسف أيها الصديق وأفتنى في سبع لما تلابخوا بقى وشعب فيه حل للرؤية اللي رآها الملك حل نيل مصر بقى أخذ من حضرتك حل نيل مصر الناس كت بتشكك النيل وهيحصل في النيل وموضوع النيل والحقم وإحنا هنموت وهنعتش وسبحانا الملك ربنا يحفظ إخواتنا في السودان وكل دول إفريقيا وجميع العالم والإنسانية الفيضان فييجي فنخزن المية وسبحانا الله تقريد حضاك برضو تدخل الأبرو من التربية من التربية للعالم كله وللمسلمين ولمصر ولأهل مصر ولشباب مصر ما حدث في هذه الرؤية هو الملك ده كان مسلم كان مؤمن بإله الملك الذي رأى الرؤية لا 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 كان لا الرؤية دي جزء من ستين جزءا من الايه من النبوة الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى ايه لا ايه اللي يخلي المولى يعني ايه المقصد من وراء رؤية الملك لهذه الرؤية أن مصر بعين المولى تبارك وتعالى نعم يرى أن مصر بعين المولى تبارك وتعالى الله 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 ملك غير موحد ولا يؤمن بإله ولا يؤمن بدين لسه ها يرى هذه الرؤية لإنقاذ مصر ولإنقاذ شعب مصر لأن مصر دي بعين المولى تبارك وتعالى محفوظة واللي شفناه السنة دي بعد اللي حدث من السد وإلى آخره اللي شفناه من الفيضانات التي ارتفع منسوب المياه خلف السد إلى مستوى لم يصله منذ مئة عام يقول أن مصر محفوظة بعين المولى تبارك وتعالى هو ربنا قال ادخله مصر إن شاء الله منهم ده درسة أيضا من الدروس للشباب ما تقلقش اطمئن اطمئن ثم إيه الدليل على أن سيدنا يوسف كان الهدف بتاعه موجود في ذهنه وبيرتب له وبيعد له وبيخدم في بيت العزيز يخدم امرأة العزيز لما رحوله وقلو له قفتنا في سبع بقرات سما كان الحل عنده إيه مش تعبير رؤية بس مش إن الرؤية دي معناها إن فيه سبع سنوات لا وأنا اللخرج أعمل كمان لا مش قصد مش قصد كده لا لا يقصد ليس هذا القصد فقط إن أنا اللخرج أعمل ليس تعبير رؤية إن الرؤية دي معناها إن فيه سبع سنوات فيها خير كبير وفيه سبع سنوات فيها جفاف طب والعمل نعمل إيه نحل إزاي هو قال لهم الحل قال لهم الحل فما حصدتهم فذروا في سمولي إلا قليلا مما تأكلوه يعني خزينوا كله ما اتطلعوشا للحاجة على قد الأكل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واسل الناس وفي حصن طب نعمل إيه أن نبني صوامع ضخمة ونعمل تحت الصوامع الضخمة دي شوف سيدنا يوسف نعمل تحت الصوامع الضخمة اللي حنخزن فيها الأمح دي نعمل تحتها أنابيب من الفخار عشان نخزن الأمح بالسنبل بتاعه فوق وما تنداش المية المية الجوفية ما تتوصلش للأمح فتاكله ويتآكل ويعفن وصل لنا إزاي سيدنا يوسف هو كان عايش في البيئة المصرية وعارف هم بيعملوا إيه فاستطاع أن يتوصل وهو قاعد بيخدم في بيت عزيز إزاي نحافظ على الأمح وإزاي نستغل الأمح ده لفترة إيه طويلة ده نموذج النموذج التاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده نموذج من كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله يعني إيه يعني المجتمع ده مجتمع متكامل طب الشباب شافوا سيدنا النبي هو بقول كده بس لا ده الشباب سافوا سيدنا النبي وبقعد الحسن على رجل اليمين وسيدنا الحسن على رجل اليساء وشافوا هو بيقبلهم الشباب كمان شافوا سيدنا النبي هو على المنبر واقف على المنبر معنا انت صلى مولانا ما قال الشيء تحتى على إذنك أهل المسألين أستاذ عبدالله تفضل معنا أستاذ عبدالله من المحلة تفضل السلام عليكم عليكم السلام و الله و بركاته تفضل أستاذ عبدالله عبدالله أنا بينا براحب بحضلك براحب الشيخ محمد عبدالله طبعا براحب الشيخ محمد أهلا بيك أهلا بيك بني بارك فيك تفضل أستاذ عبدالله أهلا بيك يا دكتور تفضل طبعا لقاح مسمر وطبعا دول الشباب وقاماتهم في بناء الأوطان وكلام الشيخ محمد والشيخ ياسل طبعا كلام مسمر نستفيد منه جميعا في نحب بيته أشكر حضراتكم ربنا يبارك لك ومداخلة طيبة دكتور عبدالله شرفتنا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير هل سمع الشباب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام من الاهتمام وكلام أنه أحسنوا إلى الشباب وعملوا الشباب كويس وفقط لا هم رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويدخل سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه فيتعثر في المسجد سيدنا النبي بيخطب الجمعة بيخطب خطبة الجمعة فينزل يقطع خطبة الجمعة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويحمل سيدنا الحسن ويصعده مرة ثانية ويكمل الخض الشباب شافوا سيدنا النبي وهو بيصلي يسمع قانين الطفل فيرق النبي صلى الله عليه وسلم للطفل ويرق لحال أمه ويوجز في الصلاة حتى لا يطول بكاء الطفل وحتى لا تنشغل أمه في الصلاة قوفا عليه الشباب شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب الطمر ويقعد بحفنة من الطمر ويقول لهم أيكم يذهبوا إلى مكان كذا ويرجع فيأخذوا من الطم ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين هم يروحوا الشباب يجروا ويتسابقوا واللي يرجع أول واحد يرجع يأخذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتض النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين كلهم ييجوا فيحتض النبي صلى الله عليه وسلم فيقع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره والشباب فوق النبي صلى الله عليه وسلم الشباب شافوا سيدنا النبي وهو يحمل الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهم الشباب شافوا سيدنا النبي وهو ساجد فيأتي سيدنا الحسن فيركب على ظهر النبي وساجئ فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فالصحابة يظنوا ان سيدنا النبي حدث له شيء او ألم به شيء طبعا سيدنا الحسن فضل راكب لحد ما خلص يعني اخذ الوقت بتاعه ونزل فسيدنا النبي قاموا يكمل الصلاة هم ما شفوش صحابه هم بصاله ما شفوش فسألوا سيدنا النبي قالهم لا لم يحدث شيء ولكن ابني هذا ارتحلني تكيب فوق ظهري فكرهت ان اقطع عليه لعبته صلى الله عليه وآله وسلم معنا اتصالوا سيدة صفة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك تفضلي اهلا وسهلا انا بقول لحضرتكم يعني الشاب مش هيبقى يبني في وطنه وان لما يصحب يعينه على طاعة ربنا فانا بقول لكم على الصحب الصالح يعني يعين صحبه على طاعة ربنا وانا كسبة حاجة عن الصاحب عوضة اقول هل تفضلي تفضلي نسمع من حضرتك تفضلي اهلا وسهلا في اسم الله البالد قتل الصاحب عالي غالي عن نفس بلع الروح لو كان الحب يدون يا حي يا قيوم وفقنا للرفيج الناصح المعين النافع للخلق عنا التعيد الخير دوما فيا صديقي ويا رفيقي هيا نمضي بالنجاح نقلص بعض في الحياة نسعد بذكر الله نحيا في نور الطاعة نقطع على هذه الطاعة نحي أمسنا لرحمة الله فيا رب العالمين افتح لنا أبواب النجاح عاملنا بفضلك يا كريم أحيينا على الإيمان اجعل الجنة مأوانة هذا عطاء الله لمن اتبع هدى فيا رفيب الضرب ويا حبيب القلب ويا صاحب الروح هيا نتعاون على الخير لننارى ظل العرض وننعم بسر الرسول للقلوس مع الرسول ونفوذ بعظم الأجل بالنظر إلى وضع الرب جل جلال الله أنعم علينا برؤيا حفظنا من النار متعنا بطار الكراس وهبنا الخير الكثير فاقتار معي الطريق لنعبر السبيل ونلحق الطريق للجنة بإذن الله ما شاء الله ما شاء الله انت عمرك كم سنة صفا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك حاجة جميلة جدا نشرفتينها بالاتصال ش vocabulary الصاحب صاحب يا مولانا مولانا الشيخ محمد والله بعد قصيدة صفا جميلة جدا ربنا يبارك لها الصاحب صاحب كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعلى رأسهم الشباب يا ريت حضرتك تذكر لنا بعض النمازق كده من الشباب اللي كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المواقف المؤثرة فضل قضية مهمة جدا قضية الصاحب ولو لم تكن عظيمة لما ذكرت في القرآن الكريم في موقف لم يكن الأعظم فهو من أعظم المواقف ألا هو موقف الهجرة قل الله تبارك وتعالى في معرض الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كيف يترك القرآن الكريم تفاصيل الهجرة الدقيقة ويأتي ليقول لصاحبه ليؤكد لنا على مسألة صاحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير معنا اتصال لأستاذة حنين اتفضلي اتفضلي أستاذة حنين لو سمحت ممكن أسأل الشيخ عن سؤال أهلا وسهلا تفضلي الشيخ لا حضرت لو سمحت أنا مجوزة تحت أمر حضرت بقى لي حوالي 12 سنة وجوز يعني بتش أي حوار بني خالص ما فيش ما بي ما بيحتش معي خالص بس الحين إنه لما يكون قاعد مع أخوات وأمامك بيحكي والبينهم هو في أوضة وأنا في أوضة وبرضو مستحملة عشان خطر الأولاد حضرتك رأيك أي يعني تنصحني بأي حضرتك شكرا لاتصال حضرتك الشيخ يجاوب حضرتك تفضل الشيخ خياص معلش هنقطع من الشيخ محمد بس يجاوب على سؤال ونرجع لشيخ معاملك تاعة ويحفظك ويرعاكي ويجزيك خيرا على حسن معاملتك لزوجك وحسن صبرك وطول صبرك منذ 12 سنة بتقول وهي مع زوجها وزوجها بيعملها هذا المعملة الأول أنا أتوجه للزوج بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما وصى به الله في النساء الصلاة وما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم دولا اللي هم النساء الزوجات فإنهن عوان عندكم أسيرات يعني المرأة قبل أن تتزوج كانت بنت مدللة سيدة مطاعة في بيت أبيها وأمها لا تسمع إلا أنعم الكلام وإلا أحلى الكلام وإلا أطيب الكلام فإذا كان الزوج الأب أو ولي الأمر استأمنه على ابنته فينبغي على الزوج أن يكون لها أبا وأن يكون لها صديقا وأن يكون لها أخا وأن يكون لها حبيبا وأن يكون بها رفيقا هذا للزوج وأقول له اتقل لها في زوجتك وعاملها بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وعاملها بما أمرك به الإسلام وبما أمرك به القرآن أحسن إليها وعاملها بالإحسان وتقرب إليها وأقول للزوجة إذا كان الزوج قد ابتعد عنك هذه الفترة فأنت ملامة إنت سكتة ليه للتشر سنة دو مش سكتة ليه يعني ما بتشتكيش ليه لا مش ما تشتكيه مش عايزك تشتكي تقرب إليها أنت أحسني إليها أنت تجملي إليها أنت القرآن الكريم يقول المرأة التي طلقت اللي جوزها طلقها وخلاص أصبحت بالطلاق ده لسه ما رجعهاش بانت منه بينونة صغرى يحل له أن يراجعها قبل أن تقاضي مدة العدة قال القرآن إيه والمطلقاته يعملوا يا مولاني الشيخ محمد يتربصنا ما أنتش معايا أن كلمة يتربص دي شديدة شوي يعني خلق يعني أمسك نفسك غريب القرآن يتربصنا بأنفسهن إيه يتربصنا دي قالوا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من إيه يعني الوحدة المطلقة دي ما تطلعش من الجزء تجلس في بيتها تقعد في بيت جزء وبعد لما تقعد في الجزء تعمل إيه قالوا تتربصوا بالزوق نعم تتربصوا بالزوق يعني إيه تتربص بالزوق يعني تشوفوا فهو جيه تعبان كده ومحتاج حد يحطوله لقمة فتيجي أيما موضباله لقمة وحطها له يا أبو فلان والله أنت وحشتنا يا أبو فلان أنا موضبالك الأكل وعرف أنك أنت حتيجعها لتربص ترجع الوحد ده استمالة تودد تقرب والمرأة بطبيعتها خلقت ناعمة هيينة ليينة يهشوا إليها الرجل ويميلوا إليها الرجل ويعشقوا الرجل القرب منها ويشتاقوا الرجل إليها عليها أن تستخدم كل ذلك هذه الزوجة يعني بعدما قلت الكلام بعد ذلك يا مولانا بدون مواطع الكلام حضاك فيه أكلات حلوة دلوقتي باب تجيب الرجالة برضو عليك يا ابنتي بارك الله فيك وحفظك يا رعاك وهذا لك زوجك أن تستخدمي كل الأساليب المتاحة يا شباب الشباب يستخدمون هذه الأساليب في الطرق المحرمة فكيف لا نستخدمها في الحلاءة يعني الشباب بيستخدموا الأساليب دي في الاستمالة وفي التقرب وفي التودد من غير العلاقة الزوجية فكيف لا نستخدم هذه الأساليب وهذه الطرق في العلاقة الزوجية المحللة لا استخدمي كل أساليبك في أن تقربي زوجك لك تقرب إليه تودد إليه تجملي له أسمعيه أجمل ما يحب من كلام часاك الله خير مولانا أنيبارك لكم معنا الأستاذ عبدالله من البحيرة عليكم السلام عليكم السلامة واركاة تفضل للسيد عبد الله عليكم السلامة واركاة وتفضل تفضل للسيد عبد الله تحت أمرك تتفضل ايه تفضل مع حضرتك احنا سمعينك انا مع حضرتك بس عطل في مشكلة كده تحت أمرك تحت أمرك الخاص طيب ممكن حضرتك تتفضل في الكنترول واحنا نرد على حضرتك بعد الهوى تفضل مع الكنترول مع الكنترول حضرتك نرد عليك بعد الهوى ان شاء الله نرجع اخرى اخوانا في الكنترول الى يخضر رقمه واحد بعد الهادة انا تواصل نرجع لماولانا الشيخ محمد ولازلنا دور الشباب وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب ورباه م على ما يحفظوا عليه دينهم بما يحفظوا لهم دينهم وعقلهم حتى يحافظوا على قوتهم فالإسلام دين القوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مؤنة الزواج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء يأتي الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله إيذن لي في الزنا معنا اتصال أبو يوسف تفضل معنا اتصال أبو يوسف تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبر مشيخنا نعمة الحمد لله تفضل جزاك الله خير على الحلقة دي الله يحفظه الشبابنا هم تعمرت الأمة نعم ويقول لازم الشاب يرجع دوره من المسجد والأول كنا ندخل المثلون في الجطر نجي الشاب يمسك المصحف يأكله في القرآن أصبح الآن لازم يا أخوانا لازم يعيش الشاب بدون هذه اللي سموها المواقع اللي بتاعته اللي بتاعته التواصل الاجتماع اللي سمونا عشنا في صرحة الحمد لله بدونه الحمد لله لكن هو هو اللي بيدمر شبابنا يا أخوانا الشاب لازم يرجع للمسجد ولازم يرجع جانت أخوتنا الله يزاك خير إلى الرفيق الله عز وجل يقول الأخلاب عدوه إلا المتقين والشيخ طبعا أعلم مني وأحسب مني إن شاء الله فلازم يا أخوانا الله يزاكم خير تركزون شديد الله يزاكم خير على الحلقة دي على الشاب الأب والأم يركبون أولادهم ويعلمهم على المسجد ودورنا لازم يرجع للمسجد لأنت فتحت نفسنا هنعمل لك حلقات كتير لأنت كده فتحت نفسنا هنعمل لك حلقات كتير بس لازم تتابعنا كل مرة هنلاقي منك تصال إن شاء الله أنا الصحة والجمال دي متابعها دي الأسنين الله يحفظك ويصلح حالة فيك والحالكة دي بالذات لها دور عند زدق يا أخواني أنا لحد لأك لا إن شاء الله أنا وعدك إن الحلقة تبقى لها إن شاء الله سلسلة أنا لو قلت لك أنا ابن الكبير الحمد لله الحمد لله رب في كل إيتاء وماشا الله جارب تخرج لحد دي الأن ما نمسكش التليفون اللي هو النت دي اللي يقولون عليه ماشا الله عبناء بار والحمد للأبشركم بغضهم عالحاجات دي هم يفغضون وأنا متغرب عنهم وهم بغضهم عالحاجات دي فيا أخواننا يا أخواننا الشباب اللي هتقام يعني أقول إيش أقول يعني أنتوا علم مين يوحفر مني أركزوا يا أخواننا دور الشاب يا مقول لك كنا ندخل متر هذا مع المصحاب والجم تلاوى وقرآن وذكر سبحان الله الدنيا ما تنفع لك ربنا يبارك لك وشكلين لاتصال حضرتك جدا ربنا يبارك في عمرك فضل لما ولنا الشيخ محمد الناس كلها بتحبك فدخلت قطعك في الكلمة بتاعك أهمية الحوار الحوار مع الشباب يأتي الشاب إلى رسول صلى الله يقول رسول الله إذن لي في الزد لو قيلت هذه الكلمة لوالد أو مدرس أو معلم أو جار أو لشيخ في المسجد أو لشيخ في المسجد لقاء هيعلعل على الشيخ هتصور إن شاب دخل الشيخ في المسجد النهار وقال له وقال له وقال له وقال له لقامت الدنيا فقال له المربي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني تعال عد أترضاه لأمك صلى الله عليه وسلم ترضاه لأمك قال لا فداك أبي وأمي رسول الله أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك وفي كل مرة يجيب الشاب لا فيقول له نفسه هكذا الناس لا يرضوه لأمهاتهم ولا لأخوتهم ولا لخالتهم ولا لعماتهم ثم رقاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاوب الشاب فين الشاب رحل النبي في المسجد نعم دور المسجد دور المسجد دور المسجد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه واستر عيبه يقولون فلم يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك بعد هذا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات الحوار مع الشباب تعليم الشباب الكلام مع الشباب احفظ الله يا حفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قتابه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام جفت الصحف الحوار مع الشباب وتعليم الشباب والأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشباب وعلو همة الشباب على الشباب أن يأخذوا بعلو الهمة وإياك من قول القائل ليس كل ما يتمنه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وعليك بقول القائل عليك بقول القائل تجري الرياح بما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها وتجري الرياح كما أرادت لها السفن وعلوه الهمة إن شاء الله يكون عنوال اللقاء القادم معنا اتصال ستة محمد من اسكندريا تفضلي حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك ممكن لما تتكلم الشيف تفضلي تحت أمر حضرتك 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 يا شيف أنا متجوزة بقالي 16 سنة ويعلم ربنا معي أربع أولاد يعلم ربنا أن أنا عملت زوجي لما يرضي الله تجيه في بادي أربع سنين ربنا يعني فرمني بالمرم بورم ربنا يشفيك ويعفيك يا رب ربنا بيحبك نعم ربنا بيحبك الحمد لله الحمد لله ومعي ابني بردك مريض تجيه زوجي يما جيت ابني ملت عدت وجل الورم ده ألوك في المسارة العامة عملت العملية وقمت بالسلامة هو شيف منظري ومنظر العملية فخاف وثلاث سنين ما عرفش عنه أي حاجة ترني وستطور غيري وقال أنا إيه أنا خاف أنها تيعدييني حبيت أترون يا جماعة حتى الورم الخبيث مش بيعدي أنا ما عملتش حاجة إن أنا إيه إن أنا ربنا بيحبني بالمرض أنا ما أزنبتش ليه إن هو يسيبني كده والله يا شيخ ولا أربع سنين لغاية الآن من 2017 ولا سأل علي وعلى إبني ولا أي حد وأن حصل الآن على زمته طيب يتقس يا وبردك إيه ممكن يحقل يفكر في عياله ولا يتقل علينا ولا على عيالنا حتى يبعثينا الشهرية مع أخته كذا مرة أقول له أخته طب خليه لنا على عياله يتمن عليهم يقرب منهم عشان حيث أنهم موجود قلت بلها أنا بالنفتي يا ما هو تبني في عز مردي أنا خلاص يعني إيه إستحاوضت ربنا ربنا يعفو عم حضرتك إن شاء الله شيخي يوجد كلمة للزوج وإن شاء الله ربنا يعافيك ونفرح كلنا بشفاك إن شاء الله بصراحة شديدة الواحد يحزن ويأسى لمثل هذه النماذج التي يسمع عنها من معاملة الرجال لزوجاتهم وده بسبب غياب الناس وغياب هؤلاء الرجال عن التربية أقول التربية الخلقية مش عايز أقول بس التربية الدينية التربية الأخلاقية والتربية على رد الجميل بالجميل هالجزاء الإحساني إلا الإحسان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع الشباب وأن يهدي جميع الرجال وإن إحنا نرجع لتعاليم دينا ويا سيدي نرجع لتعاليم أخلاقنا ومصولنا العليا ونرجع لتعاليم بتاعتنا بتاعت أولاد البلد أخلاق أبناء البلد يعني ما يعملوش كده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ونطلب ونتوجب الكلام إلى هذا الزوج لا يصح أن تعامل زوجتك بمثل هذه المعاملة انظر إلى أحسن ما قدمته لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة بسبب أي شيء نزل بها أو شيء أحل لها أو سبب قلق أو معاملة هي تعامل إياها لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها شيئا فليتذكر محاسنها وليتذكر جميع أخلاقها قبل ما نختم عايزين كلمة من حضرتك كده دايما الشباب بيسمعوا فضلتك بتقول الشباب ودور الشباب طب لحنا لو عندنا مشكلة إزاي نتغلب عليها في دقيقة واحدة كده إن شاء الله الشباب تتغلب على المشاكل من ضوء القرآن والسنة أنا أقول للشباب يا شباب من ضوء القرآن والسنة المولى سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن بيقول لنا في السنة باختصار شديد يا أولاد يا شباب المشاكل خلقت حتى تتغلبوا عليه المشاكل مخلوقة عشان إحنا نحلها مش المشاكل مخلوقة عشان تعقدنا المشاكل مخلوقة عشان نختبر صبرك ونختبر قوتك ونختبر عزمتك ولذلك بعض الشباب لما قابل بعض الصعاب كده ونفسه قالت لا خلاص أنا مش هقدر أحقق الهدف بتاعي فقال للنفسه إيه قال لها لا أنا أصر على أن أحقق هدفي قالت كيف قال لها تريدين نيل المعالي رخيصة عايز توصلي للقمة وتوصلي للمجد بأرقص ثمن ما ينفعش ولا بد دون الشهد من إبر الإيه من إبر النحلي فهدث نفسك بهذا وقل لنفسك الكلام ده قل لا أنا إذا كنت عايز أوصل لحاجة كبيرة يبقى لازم أدفع ثمن إيه كبير فالمشاق إنما خلقت في طريق العظماء وده مثل سيدنا يوسف ولذلك سيدنا يوسف بعد كل القصة دي إيه اللي حصل له بعد كل المشاق اللي قابلته وبعد ما واجهه وصر وأصر وكان عنده إسرار وعلو وهمة في الوصول إلى الهدف الذي يريه قال إيه لما قالش عني على خزائن الأرض إني حفظ عليهم ربني يقول إيه وكذلك مكننا ليوسف في الأرض إيه بوقوا منها حيث يشاء يعني اللي يشور عليه يغدو المشيئة أولا وآخرا مشيئة من؟ الله لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن عالي الهمة وأن الذي يصر على تحقيق هدفه يصل إلى ما يريد قال ربنا تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا واتقوا الله ويعلمكم الله فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنة فسن يستيره لليسر يبقى أنت أخذ الخطوة الأولانية ودع المولان طب يا سيئة مولان الكلام أنت تقوله دع على نبي ربنا قال بعد ما قال حسدنا يوسف قال وكذلك نجزل المحسنين يعني الباب مفتوح للجميع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شبابنا وأن يهدي شبابنا وأنا أقول لكم يا شباب لقد قصرنا في حقوقهم طويلة نحن نعتجر لكم عن هذا التقصير ولكننا نعاهدكم أننا لن نتخلف عنكم بعد اليوم إن لم تأتوا إلينا في المساجد سنأتيكم في المدارس والمعاية إذا لم تأتوا إلينا في المدارس والمعاية سنأتيكم في الجامعات ستجدوننا أمامكم في الأندية سنلاحقكم لأننا نحبكم ستجدوننا معكم في كل مكان أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يحفظ مصرنا وأن يؤفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا النهاردة من برنامج هذا ديننا واللي ساعدت وتشرفت بمولانا فضيلة العالم مولانا فضيلة الشيخ ياسر ساعدت وتشرفت بوجود معكم وبحديثي مع الشباب وإلى الشباب ربنا يبارك في عمرك ونتمنى إن شاء الله بقى لقاءت جاية كتير إن شاء الله مولانا إن شاء الله وحبيبي وصديقي فضيلة الشيخ محمد عبدالصمد وصولة القراءات ساعدت وتشرفت بحضرتك إن شاء الله إن شاء الله إلى أن ألقاكم على خير أعزائي المشاهدين طبتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته